بعدم التجديد لحسام عشور والموافقة على رحيل شريف إكرامي رأيك إيه في الملف ده وتقييمك لإيه؟ خلينا أقولك أن رحيل إكرامي وعشوره عملوا هزة شوية عند الجماهير الأهلوية في الشارع في نزعل أنا وتحديداً على حسام عشور عشرة سنين يعني أنا كتير آه يعني أنا من وإحنا صغارين منفرج عسام عشور مع الأهل بالضبط أنا من فترة طويلة بتابع حسام عشور مع النادي الأهلي عمل إنجازات كبيرة قوي وحفر اسمه بتاريخ مع النادي الأهلي وببطولات مع النادي الأهلي مش مجرد أنه لعب ولعبه ودخل ولعبه وكان موزه ومشي لا حسام عشور ساحد الرموز الأهلوية اللي الجماهير بترتبط معاه بعلاقة حلوة طبعا مؤكد ونفس الأمر بالنسبة لشريف إكرامي كلمة إكرامي لما بتدال في النادي الأهلي ما بتبقاش على شريف بس مرتبطة بالأهلي على طول مرتبطة بالأهلي ومرتبطة بإكرام الأب كمان فإكرامي مش كلعيب يعني لا إكرامي اسم مرتبط بتاريخ النادي الأهلي طبعا ولكن في الآخر في الأول ولا في الآخر ده وضع الكرة مش في مصر بس طبع الكرة في العالم كله إيكا كاساس بعد سنوات أضاها في مدرسة ريال مدريد من الأجبال لحد ما ملاعب في الفريق الأول لحد ما كان نجم وليه تاريخ كبير وقائد وحمل شرط القيادة في ريال مدريد في الوقت اللي ما بقالوش ليه دور أساسي وفعال تم الاستغناء عنه راول جونزاليس بالزبط قبل ما يجي رونالدو الريال كان الهاجب لريال مدريد في الوقت اللي راول ما قدرش فيه أن يبقى له دور وموجود سواء في الملعب أو على دكة البدلات هو ما قدرش هو حاس أنه مش هيبقى موجود بشكل أساسي مع الفريق هو راول تم الاستغناء عنه آآ آآ ما نقول ريال مدريد وجه له الشكر والتحية ويظل كان وما زال أن راول جونزاليس أنه ما قدرش هيلعب أساسي عندك رونالدو وعندك حاس كتير أحد رموز راول مدريد طبعاً تلا ينتقس منهم راح لعب في الشركة الألمانية وطأ الله ينجو لنجو راح لعب في الشركة الألمانية مسيمين وبعدها راح الخليج لعب شوية وبعدين اعتزل ففي الأولى أو في الآخر ده وضع الكورة مش في مصر بس بالزبط آآ الجانب العاطفي مطلوب طبعاً وتقدير النجوم مفروغ منه ViewTIK أنا ما شفت مش لعب من النادي الأهل بيبقى خارج مثلاً وليه مستحقات ويبيبيbreviفا طلب منها وبرفع قضي على الأهل في التحاد الكورة أو في الفيفا أنا ما شفتش مش لعب خارج من النادي الأهل بيقول أنا ما خدشتي فلوسي واظ رد وأنا أشوفتهاش الأهل بيعرف إقدر نجومه بشكل كويس قوي ممكن فيه بعض الحالات وبعض الظروف اللعيبة بتبقاش راضية عن الطريقة اللي خرج بيها أو عن الطريقة اللي تم فيها ولكن في الأول وفي الأخر هي دي كرة القدم في العالم أنا بتكلم على ليل المدريب بيستغنى عن كاسيس ورقون بتكلم على برشلونة استغنى عن كجافي ونيستة بالزبط ولاده اللي متربيين في مدرسة المدرسية متربيين في مدرسة المدرسية من هو أطفال صغيرين في الوقت اللي خلاص ملوش دور لا داخل الملعب ولا خارج الملعب بيتوجه له الشكر بمنتهى لتقديره بمنتهى الاحترام والعلاقة بتنتهي بشكل ودي وجميل ولطيف وبيفضله أحد الرموز فكرة أنه هو هيمشي من النادي والناس مش هتفتكره لا الناس فاكره الناس فاكره كواس قوي حسام عشور عملي مع النادي الأهلي الناس فاكره كواس قوي دور حسام عشور عملي مع النادي الأهلي حتى لو أقال من كده أنا ماشي بقول لك ما بالك أنه هم 36 كمان حسام عشور كان وسيزال وسيزال أحد الرموز اللي مرتبطة مع الجماهير بنواحي عطفاء يعني عشور لما بيتنادي عليه في المدرجات لأ ليه 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 عشان كده يمكن كانت زعل أكتر على حسام عشور يعني أنا أقول لك الناس بتقول إيه الناس أكتر زعلان على خاصة إن عشور أنا على مدار ما ابتدت مع فرينا دي الأهلي أنا شفتلوش مشكلة واحدة ولا مشكلة أنا ما شفتش حسام عشور ده طالع بيتكلم أو بيتخاء أو سمعت في التدريبات إنه حسام عشور تخانق مع واحد زميله في التدريب اللي هو المشدات والاحتكاكات البسيطة التوبعية الملعب حتى اللي هي طبيعية اللي هي في الورد بتحصل وتحصل في الدنيا كلها مش مع عشور تحديدا عشور كان ليه دور في النادي الأهلي بيلعب دور القائد أنا شخصيا أتأثرت برحيل عشور ولكن في الأولى أو في الآخر هي دي كرة القدم لما المدير الفني أو لما قدرت النادي بتشوف اللعيب وبعدين في الأولى أو في الآخر لو دامت لغيرك لما وصلت لك يعني لو سبق أحسام عشور وهو كان ممكن تقول هذه خشبة مثلا وهو أحد رموز النادي الأهلي وأحد اللي خدموا في النادي الأهلي وقدوا أحققوا بطولات مع النادي الأهلي لو كان فضل يلعب ما كانش أحسام عشور تلعب خد فرصته صح هي دي سنة الحياة آه بتبقى قصية وآه بتبقى صعبة في بعض الأوقات ولكنها سنة الحياة التغيير وارد ومطلوب بالنسبة للتجديد بقى الوليد سليمان عايزة كان على إكرامي الأول